نوه إلى هذه الأخبار العاجلة الواردة على الشاشة نقلا عن وسائل أعلام إسرائيلية والتي تتحدث عن ارتفاع حصيلة حادثة الدهس في رعنان شمال شرقي تل أبيب إلى 19 مصابا إذن يبدو أن هناك تطورات في تل أبيب ووسائل أعلام إسرائيلية تتحدث عن ارتفاع حصيلة حادثة الدهس في رعنان شمال شرقي تل أبيب إلى 19